رسميا الجزائر منعت ارتداء النقاب في الأماكن العامة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر تؤيد هذا القرار الحقيقة أن المدرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر اتخذت قرار وصفوا الكثيرون بأنه قرار جريء جدا بارح الخميس بيقضي هذا الجراء القرار بشكل رسمي منع ارتداء النقاب أو أي لبس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل يعني قالك مفيش مكان عمل أحط فيه مواطنة منقبة لأنه من حق المواطن يكشف هوية الشخص ده يعني أشوف شكلها أشوف وشها ملامح وشها عاملة إزاي المدرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر أكدت في بياليها أنها أرسل توجيهات للوزراء والولاء بشأن ضرورة الالتزام الصارم بهذا القرار والعمل على ضمان تطبيقه لا سيما في الإدارات العمومية في البلاد ده قرار الحقيقة صدر حبينا نقول لحضراتكم عليه لأنه موضوع النقاب خصوصا يعني بعد ثورات الربيع العربي في السنوات القليلة الماضية سواء يعني في خط الإرهاب أو سكة الإرهاب أو حتى في الشق الجنائي والجرائم يعني أكم من جريمة شفناها لقينا فيها أن المرتكب الجريمة أو المشارك والمساعد في هذه الجريمة رجل متخفيف زي منقبة وبعدين هنروح بعيد ليه؟ مرشدهم كان بيدخل ويطلع على اعتصام ربع لبس نقاب واتقبض عليه هو لبس نقاب فعني مش هنروح بعيد أوي الفكر ده موجود قرار دي عندهم يعني لغاية تبرر الوسيلة ففيه كعدد من الدول الحياة بيكلم في هذا الموضوع وبيدرس هذا القرار أنه النقاب في مناطق العامة وأماكن العمل تحديدا ده ممكن يكون فيه كلام تاني